السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه رح تعتبر الحلقة 39 لأن أنا وقفت عند 36 وعملت حلقة مفردة تربية حمام الأكل بدون رقم خليتها 37 وعملت حلقة مفردة مشروع حمام الزينة خليتها 38 هذه رح تكون 39 أخي الكريم المتابع لو لله ثم أنت يا أخي المستمع الآن والله ما أكمل وفيه معلومات كثيرة جدا تفيدك من فضل الله عز وجل من تأييدكم لي وتشجيعكم لي وتعليقاتكم أنا مستعد أفضي نفسي متى ما الله أطامع قدرة وعمر وإني أوثق الأمور اللي تفيد في تربية الحمام فهذه رح تكون 39 الحلقة هذه رح تكون مهمة جدا رح تكون شلون أنا أفهم عدد الحمام اللي أنا أقدر أشتريه وربيه بناء على المنشأ اللي عندي يعني شخص عنده مزرعة عنده مساحة شخص عنده مكان صغير شخص عنده البيت فأنت بناء على الكلام اللي رح يطرح في هذه الحلقة رح تفهم أنت شكثر تحط تمام تمام نقول بسم الله وهذه الحلقة 39 اسمحوا لي بس ملاحظة ليش يا عايد خليت حلقاتك مراقمة وما حطيت كل حلقة لها اسم منفرد لأن رح تصير عندي مشكلة ثانية أكثر الشباب يدزول لي واتساب يقول لي أبو عمر حنا نبي نعرف كذا نبي نعرف كذا أقول بالحلقات يقول لي والله أنا أنا دورت أنا ما لقيت قلت لي تدري ليش لأن أنا نادر أنك أنت مبتدئ يا أخوان الحلقات اللي أنا سويتها ما هو الأشخاص اللي فاهمين الحمام في ناس أفهم مني مليون مرة أنا ما أقول أنا الفاهم لكن ولله الحمد ما أعطيك شيء إلا خبرة فإن شاء الله أنك رح تستفيد ما رح تصير عندك أخطاء فإذا سويت حلقاتي يا أخوان كيف تركب العوامات كيف تركب الماء كيف كذا يجي واحد يبي يستفيد يقرأ الحلقة وما يدري بعضهم ما يعرف يدش على قناة عيد الهاجل وينزل يدور فيديوات يدور فيديوات لذلك اللي يتابعوني مرتاحين ليش؟ لأن يقولك أنا سمعت الحلقة الأولى حلقة الثانية صار عندي شغل اليوم يكمل بالرقم الحلقة الثالثة يبحث عن حلقة الخامسة يبحث عن حلقة السادسة هذا مهم بالنسبة للمتابع طيب نبي نبتدي بالخانات نبي نبتدي بالخانات الحمد لله أمس ما زاد عندنا لايف بيعنا حمام كثير وما زال باقي الكثير وما زال باقي الكثير نبي نبتدي في الخانات مثال يجيك شخص يقول أنا المنشأ اللي عندي عشرة متر بأربعة متر مثلا عشرة بأربعة منشأ صغير أقول لها تمام يقول أنا أبي أفهم كم خانة راح أشي طيب أول شي يعتمد على عرض الخانة تمام يا أخوان مثلا هذه ثمانين سانتي طبعا أنا ما راح أستخدم لألة حاسبة راح أضرب أمثلة هذه ثمانين سانتي وأنا عندي عشر أمتار راح أبدأ فيها من الأول للآخر تمام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية صار ثمانية متر كم باقي عندي باقي عندي مترين تسعة عشرة تقريبا لا ايه تسعة عشرة العشر خانات راح أصير ثمانية متر باقي عندي مترين أضيف عليها ثمانين سانتي أنا خاناتي ثمانين سانتي أضيف عليها ثمانين سانتي كم بقى بقى مية وعشرين سانتي أضيف عليها ثمانين سانتي بقى أربعين سانتي خلت ولي كم صار خانة عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر خانة اثنى عشر خانة بثلاثة كم ستة وثلاثين خانة هذه كامثلة ستة وثلاثين خانة ستة وثلاثين زوج زين قلنا عشر متار بربعة طيب الخانة عرضها تقريبا سبعين سانتي ستين سانتي على حسب القفص اللي عندك الاتجاه المقابل راح احط اتجاه ثاني مقابل للخانات يعني نفس هذا شوفوا هذه خانات وهذه خانات لما يصلنا عندي العرض اربعة متر راح احط الخانة في الجانب هذا وخانة في الجانب هذا راح يصير عندي ممر تمام زين ستة وثلاثين خانة قلنا وستة وثلاثين خانة راح يكون عندي اثنين وسبعين زوج لان خاناتي انا اللي قاعد اصورها لكم الحين ثلاث ازواج ثلاث اقفاص ستة وثلاثين زوج طيب في البعض عندك اربع خانات فوق البعض البعض عندك خمس خانات فوق بعض وعند العرض يختلف فانت احسبها ايش هي الخانات اللي انت راح تشتريها الخانات القفص هذا شنو هذا اللي انت راح تشتري بناء عليه وعلى قياس الغرف اللي عندك انت تعرف كم زوج راح تشتري البعض عندها يعني انا اللهم بارك كان عندي خاناتيني بس شلتها لان انا احتجت المكان هذا للمعرض غرف الاتشبار هذي اللي تشوفونها عساس عرض جملة يعني عشرين طيال ثلاثين طيال فاضطريت اني اشيل اللي بالنص ولا انا مكملها الف ومئتين خانة تمام هذا واحد لان عندي مساحة كبيرة وحسبتها بالملي قبل اشتري الخانات وفعلا طلعت عندي الف ومئتين خانة بعت الزايد والباقي خلت الشغلي الحمامي انا الخاص الحمامي الخاص ما هو موجود في المعرض زي في نقطة ثانية الحين نرجع للشباب اللي عندهم مشاريع كبيرة يا اخوان لازم تخلي ممر بين الخانات يعني الان انا امشي هنا ادش على المكان هذا ما اروح افتر اخر شي وارجع لا ادش على المكان هذا تمام هذه عندي الكبار اللي انا مسويها راح اسوي الكبارة هذه الصغيرة واخلي الممر وادش لسهولة التنقل بين الخانات شوفوا عارح تتمش اروح مني اروح منك خلوا فيه مجال فتحات التنقل ولازم يا اخوان انك تخلي المجال عريض للعربانة مالت التنظيف للعربانة مالت التنظيف يروح الصبي العامل ويجي ويرجع لا تضايق نفسك انتبه تضايق نفسك هذه هي حسبة كم زوج اسوي السؤال هذا كثير جدا سألوني عشان شدي انا سويت حلقة يا ابو عمر بالواتساب بالانستغرام ما دري شين يا ابو عمر انا مساحتي كالا انا شلون بالطريقة هذه حسبها انا اتكلم الان عن الخانات سواء مشروع اكل في الخانات او مشروع حمام زينة تمام يا اخوان هذه طريقة الحسبة في بعض الملحابات راح اذكرها على السريع التبريد انا تكلمت في حلقات سابقة لكن على السريع التبريد اذا بتنتج الحمام بالصيف لازم تبريد لازم تبريد لان يا اخوان درجة الحرارة عالية عندنا ودرجة التفقيس حوالي 37.5 تقريبا فحرارة الجو تصعد اكثر من 37.5 فالضر البيض تمام يا اخوان لازم تبريد اذا بتنتج بالصيف لازم تبريد طيب واحد يقولك انا بسوي تشابرة كبيرة حمام هدد مخلوط مع بعضه تمام بدون ما اعطيك اي مقاييس انا بدون ما اعطيك اي مقاييس انت صاحب مزرع وعندك مكان واسع وكبير انت استخدم عقلك راح علمك الطريقة اللي انت تستخدم فيها عقلك اشلون كم العدد انا ما اعرف اخاف الحمام يتضايق اخافك حبيبي سو اي قياسي عجبك من الغرف انت بتسوي حمام خلط من الغرف سو اعمل اي قياسي عجبك وفولها الصناديك والخانات اللي بيض فيها الحمام يعني شالت الف الغرف اللي عندك صفيت الصناديق وهذا شالت الف حط خمس امية الزوج تقوم انت بتحط امية تشوف مضايق ولا لا لا مو مضايق زود مضايق ولا لما توصل للعدد اللي بالارض تشوف الحمام مزدحم تقوم تنقص لا توصل للازدحام نهائيا اوقيس على ذلك ما شئت لا تستخدم خبرة اي شخص استخدم خبرة عينك الحمام لا يضايق نهائيا وفي الشابرة خل اذا تقدر لكل زوج اقل شي صندوقين او مبايض ثنتين مهما كنت تستخدم وثلاث افضل يعني تحط الف حط ثلاث ثلاث صندوق خل الطير ياخذ راحته ويختار المكان اللي هو بيبيض فيه هذا بالنسبة للقياسات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته